بالرباط إنعقدت أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال هذه الدورة تمت مناقشة تقرير المكتب السياسي والوضعية السياسية والتنظيمية للحزب وكذا المصادقة على خلاصات المجلس الوطني هذه دورة المجلس الوطني تجيلة في سياقات دولية ولا وطنية ولا داخلية حزبية سياقات متميزة وهذه تطرح المجلس الوطني تساؤل كبير ما العمل وما هي المبادرات السياسية التي سنتخذها وسنقوم بها لإرجاع التوازن المؤسسات إلى موقعه وإرجاع العمل السياسي في بلدنا التعطال وهج ديالو دورة عادية جدا وبالتالي سنناقش مجموعة من نقاط وعلى رأسها تطور تنظيمي لأن هناك تحولات داخل المجتمع وبدون شك أننا سنرصد هذه التحولات من خلال كل ما له علاقة بما يجب أن يكون وأن يتم الموضوع الرئيسي سنناقش كذلك مشروع الميزانية للسنة الحالية اجتماع المجلس الوطني شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الأوراش والاستراتيجيات التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لا سيما ورش الحماية الاجتماعية والمشاريع ذات الصلة بالماء والطاقة كما شكل الاجتماع فرصة سانحة لمناقشة مشروع ميزانية الحزب برسم السنة الحالية وتمت الدعوة بالمناسبة إلى إشراك أعضاء الحزب في كل ما يتعلق بالإصلاح والعمل على جعل هذه الدورة بمثابة انطلاق جديدة للحزب محليا وجهويا ووطنيا ترجمة نانسي قنقر